ناصر المزداوة اه حبيبي ايه باقول لي حكيلي عنه ناصر المزداوة ده والله العظيم لو قالولي حطه جنب مين انا حطه جنب بليك حمدي وحطه جنب سيد درويش وحطه جنب قمم ليه ناصر المزداوة ده شاب صغير جدا في السبعينات كلنا لسه بنغني ورا الموسيقى الكلاسيكية وبنغني مع المتاح من الازاعة يعني بتقدمهن وكل يوم تكتروا نفسه فبناخدوا ونعيدوا ونزيدوا فجأة واحد رحك طاير برا السرب ورمى كل اللي على التراميزة ده وحطت حاجة جديدة ايه المزيكة دي انا شخصين وقتها اشتريت الشرية الالبوم دوت وكان اسمه غربة سمعت كلام جديد جدا سمعت مزيكة جديدة جدا طريقة في الأداء مبهرة صحيح مزاي الأداء اللي هو النمطي المعتاد لا أداء تاني مين ده ناصر المزداوي من فين ده ده من ليبيا بيعمل ايه ده بيعمل الفن ده بيعملوا في ايه بيعملوا في أوروبا اللي بس ده عربي اهما هما الراجل زاكي وجامع الثقافات وعمل ايه اللي بيحصل هذا الشريط مفيش حد من سني وبعد جدا انت جيته الجيل اللي بعدنا ما سمعش هذا الألبوم انتو ميه زي حضرتك كبه انا جيت الجيل اللي بعد حضرتك المفروض يعني ماش انا موافق معتوش كتير بس لا انا موافق اه بهنا عشان خاطر محتاش كتير على طول جيل حلو حلو سمعته الألبوم جدا لكل اللي انت بتقوله مين قال فكرة شونطة صفر اه يمسافر برضو كان برضو بصي انا بحترم الألبوم اللي يعمل حالة ويشتغل عليها بس بتنوع يعني يفضل شغالاء على الحالة دي وفي نفس الشاجن دوت انا احترم هذا الراجل ما يعمليش بقى ايه حجم الشرق وحجم الغرب يبهوأني ويعمل لي الآن أنا عامل شعبي عشان أأخذ الشعبيين في جيبي وعايز أعمل كمان أغنية للدراما عشان أقوم بتعود دراما ويفضل يكوش وفي الآخر يخسر ليه؟ لأن أنت أنت معزقت إحساس الناس فأمل حال فناصر عمل أول من عمل حالة متكملة بغنى جديد ومزكته وشريته هل سأقولك حاجة بقى آخر كلامي في الحتة دي ناصر المزدقى وشريته لسه مجايش وقت السامع والصح صدق أنا مصدقك هذا الرجل فرق أوي قفز قفزة كبيرة أوي في الفضاء كده إحنا لسه مش محصلين زي مثلا ما باسمع دلوقتي قارية الفنجان بحس أنها مش بتاعتين لسه مجايش زمنها دي مسابقة كتير أوي دي احنا فين وهي فين ده الرجل ده نقطة نقطة يعني كذا جيل كده فأنا ببعت من هنا تحية ناصر المزدقى وبدعيله بطلط العمر وبقول له شكرا يا ناصر أنت بجد متعتنا وبجد فتحتنا باب كبير للإبداع وللتجديد كنا محتاجينه ياريت كل شوية يعني كل حتى لو عشر سيني طلعنيه ناصر مزدقى و جديد أكيد حفرق معنا نمسافر و حامل في إيدي أي شنطة سفر نمسافر و حامل في جلبي أي حكاية عمر نمسافر و حامل في إيدي أي شنطة سفر نمسافر و حامل في جلبي ايه ولل الفيجية و villل الفيجية یيه والله صحابي ضي الجمهر ماشي بروحي ايه كلا صحابي ضي القمر ماشي بروحي اقل عاني جيروحي وحلى عذاب طول السفر نمسافر وحامل في ايدي اي شنطة سفر نمسافر وحامل في جوبي اي حكاية عمر نمسافر وحامل في ايدي اي شنطة سفر نمسافر وحامل في جوبي اي حكاية عمر اي اي كيفك يا امي اي اي كيفك يا ابي اي ابو كفتم ياخد كيف الخبر ردوا علي علي شبتم هديا جبلي معاك نسبة صحر ايه كيفك يا امي ايه كيفك يا ابو ايه كيفكم يا اخوتك في الخبر ايه ردوا علي علي شيفكم هدية جبلي معاك نسمة سحر ايه ردوا علي شيفكم هدية جبلي معاك نسمة سحر